بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين أبامون وسرنا نقل أعضاء الشهيد ماركوريوس أبي سيفين إلى مصر في مثل هذا اليوم من سنة الفين وتسعمائة وسبعة وأربعين للعالم تنيح الصديق العظيم صموئيل النبي ولد في رمتايم صوفيم من جبل أفرايم واسم أبيه القانة اللاوي وأمه حنة وكانت عاقرة وبمداومتها الطلبة إلى الله رزقها صموئيل فربته في بيتها ثلاث سنوات ثم قدمته إلى الهيكل وثاء لنذرها فخدم صموئيل عالي الكاهن وكان ولدا عالي قد سلكا سلوكا رديئة فدعا الرب الصبي صموئيل وهو نائم وأعلن له أنه سيقضي على بيت عالي بسبب الشر الذي صنعه ابناه ولم يردعهما وكبر صموئيل وكان الرب معه ولم يدع شيئا من جميع كلامه يسقط إلى الأرض وعرف جميع إسرائيل من دان إلى بئر سبع أن صموئيل قد اؤتمن نبيا للرب وعاد الرب يتراء في شيلوه لأن الرب استعلن لصموئيل في شيلوه بكلمة الرب وبعد موت عالي تحسن وضع الشعب على يدي صموئيل وتابوا عن شرهم فجمع صموئيل الشعب كله إلى المصفاه ليعترفوا بخطاياهم ويصوموا أمام الرب ويسترضوه فلما سمع الفلسطينيون صعدوا لقتالهم فصلى صموئيل فأرعد الرب بصوت عظيم على الفلسطينيين فانكسروا أمام بني إسرائيل ولم يرجعوا لمحاربتهم خلال كل أيام صموئيل وأقام صموئيل قاضيا ومدافعا ورئيسا للشعب وكان يذهب سنويا إلى بيت إيل والجلجال والمصفاه ولكنه كان مقيما في الرامة حيث جمع جماعة من الأنبياء ليساعدوه في الإصلاح وبنى هناك مذبحا للرب ولما شاخ صموئيل جعل ابنيه قضاة لإسرائيل ولم يسلك ابناه في طريقه بل سعيا وراء المكسب وعوجا القضاء فطلب الشعب من صموئيل أن يختار لهم ملك فمسح لهم شاول الذي عينه له الرب واحتفل صموئيل والشعب بتنصيب شاول ملك وذبح ذبائح سلامة وأوصى الشعب بحفظ وصايا الرب فخاف الشعب الرب وصموئيل جد وطلب منه أن يصلي عنهم وأما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم ولما قدم شاول الذبيحة في مخماس وابخه صموئيل وتنبأ له بزوال ملكه ثم وبخه مرة أخرى عندما استبق من ذبائح المحرقة التي لعماليق فقال له هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش لأن التمرد كخطية العرافة والعناد كالوثن والترافيم لأنك رفضت كلام الرب رفضك من الملك ثم مسح صموئيل داود بن يسة ملكا على إسرائيل ومات صموئيل فاجتمع جميع إسرائيل وندبوه ودفنوه في بيته في الرامة وقد صار صموئيل من رجال الإيمان بركة صلواته فلتكم معنا آمين وفيه أيضا استشهد القديس لوكيليانوس وأربعة آخرون معه وكان كاهنا للأوثان في عهد الملك أوريليانوس قيصر وقد أبصر تعذيب الشهداء والمعجزات التي حدثت أمامه فتحقق أنه ليس للأوثان قوة على فعل مثل هذا وأن الإله الذي يفعل هذه الآيات هو الإله الحق فآمن بالسيد المسيح وصرخ قائلا أنا مسيحي فقبض عليه الجند وقدموه للملك الذي أمر بضرحه في السجن ثم بضرحه مع أربعة آخرين في النار فأرسل الرب مطرا أطفأ النار أخيرا علقوا القديس على صليب وسمروه بمسامير ففاضت روحه ونال إكليل الشهادة أما الأربعة فقطعوا رقابهم ونالوا أكاليل الشهادة بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين وفيه أيضا من سنة ثلاثمائة وأربعة ميلادية استشهد القديسان أبامون وسيرنا ولد القديس أبامون ببلدة بسطى بالأشمونين اشتهى أن يقدم حياته ذبيحة حب لله فبحثا عن إريانسا والأنصنة وفي الطريق وجد شابا يدعى سيرنا له نفس الهدف فصارا يتحدثان بعضائم الله وهما سائرين حتى بلغا قرية ميسارة فوجداء القديس إقلاديوس ومعه ستة جنود ففرحا به وانضم إليه وكان الكل يسبح الله حتى وصلوا إلى السيوط حيث ألقوهم في السجن وفي الصباح وقف أبامون أمام إريانس الذي حاول أن يخضعه للأوثان فرفض فأمر الوالي بتعذيبه بالهمبازين وطرحه على سرير حديدي وإيقاد نار تحته وكان الرب يسنده وقد استخدم الله هذه العذابات فرصة لاستشهاد كثيرين فاضطر الوالي أن يترك السيوط ويحمل المعترفين به أخيرا أمر الوالي بقطع رأس القديسين أبامونا وسرنا فنالا إكليلي الشهادة بركة صلواتهما فلتكم معنا آمين وفيه أيضا من سنة 1488 ميلادية تم نقل أعضاء القديس مارقوريوس أبي سيفين إلى كنيسته التي بمصر القديمة وذلك في عهد البابا يؤنس السادس البطريارك الرابع والسبعين من بطاركة الكرازة المرقوسية وذلك أن الأنبى مكروني مطران دير ماري عقوبة للأرمن بالقدس جاء إلى مصر ومعه شخص يدعى قسطنطين للاحتفال بعيد رئيس الملائكة ميخائيل بكنيسته بفم الخليج وبعد القداس تحدث مع البابا يؤنس بشأن وجود جسد الشهيد مارقوريوس أبي سيفين في قيصرية الكابادوك فطلب البابا من المطران أن يبذل أقصى ما في وسعه ليحصل على عضو من أعضاء الشهيد لوضعه في كنيسته بمصر القديمة ليكون بركة للشعب الأرثوذكسي وفعلا دبر الرب ووصل العضو المقدس بعد جهد جهيد يحمله المدعو قسطنطين فحمله البابا البطر يارك واحتفلوا به احتفالا عظيم ثم وضعوه في أنبوبة بكنيسة الشهيد مارقوريوس بركة صلواته فلتكم معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين دفنار اليوم التاسع من شهر بؤونة المبارك نياحة النبي العظيم صموئيل ماسح الملوك أتجاسر أنا الضعيف والشقي أكثر من كل البشر لأن صوتي أبح ولساني ضعيف بإزاء كرامة النبي الطاهر صموئيل هذا كان ابن ألقانة من صد لاوي وأمه اسمها حنة من بنات هارون وكانت عاقرا لم تلد ولدا قط فبمداومتها الطلبة والصلوات أنعم لها الرب بهذا النبي العظيم الماسح للملوك فأقام عندها ثلاث سنوات وقدمته لهيكل الرب الإله فخدم عالي كاهن الرب ولما تنيح ذاك تضاعفت عليه روحه وتكلم ضابط الكل معه بالوحي دفعات كثيرة وأمره أن يمسح شاول بن قيس ملكا على إسرائيل كما مسح أيضا داود بن يسى ملكا على شعب الله وتنيح مرضينا الله كل أيام حياته بطهارة حقيقية وعدل وسبق ماجيء مخلصنا بألف وخمس وثلاثين سنة صلواته وبركاته تكون معنا آمين وفي هذا اليوم أيضا شهادة لوكليانوس وأربعة شهداء حقا بالحقيقة قد استحققت كل كرامة أيها الشهيد الغالب لوكليانوس المغبوط هذا الرجل الصديق كان كاهنا للأوثان ولما رأى المجد والآيات التي يصنعها الشهداء وكيف يلقونهم في النار ويقطعون أعضاءهم ويمشون في وسط النار وهم يسبحون ويرتلون فإن هذا القديس تعجب وتحقق بثبات أن الأوثان التي هو يخدمها لا تقدر أن تفعل هذا وإن طرحوها في النار المتقدة تحترق وأما الإله الصانع هذا فهو الإله الحقيقي فصرخ للوقت إني أنا مسيحي أؤمن بيسوع المسيح خالقي كل الأشياء فقبض عليه الملك المنافق وبكته جدا كيف ترك عنه خدمة الأوثان ووعده بمواعيد إن هو تخلى فلم يلتفت لتهديده ولم يخف منه فعذبه بعذاب عظيم بكل نوع من العذاب والمسيح إلى هنا يخلصه وينجيه واعتق له في الحبس ومعه أربعة شهداء ثم أخرجهم من السجن وطرحهم في النار المطرمة فأمطر الله عليه مطر غزيرة وصار اللهب كمثل ندى بارد فصلب القديس إشارة إلى أنه يعبد المصلوب وأما الأربعة القديسون فنزعت رؤوسهم المقدسة وعيدوا جميعا مع المسيح في ملكوته السمائية ونالوا الإكليل غير الفاسد والحياة الباقية أطلبوا من الرب عنه ترجمة نانسي قنقر